ايه حكم التمايل عند قراءة القرآن؟ بعض الناس ليه بيعود ايه تهز كده هو بيقرى القرآن؟ دي حلال ولا بدعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد راجب فيديو جديد لو انت هتعمل على سبيل التقرب الى الله فاكرني ده افضل واحسن؟ لا دي بدعة للنبي ما عملهاش ولا الصحابة عملوها تقعد بقى تتهز عمدا كده وتظن ده اقرب الى الله دي بدعة لا انا بعملهاش تقربة انا بعمله عشان يعني انا تعودت بقى تهز كده وانا بقى اراه يعني ايه؟ اتعودت على حاجة بعملها مدام ما فيش نية التعبد دي اختلف فيها الفقهاء والراجح انها ليس فيها شيء وده اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مدام مش بنيت التعبد وعمل تعملها كده بشكل تلقائي ما فيهاش اي حاجة لكن الاحسن ما تهتزش اسناء اخرى اخرى لكن لا ننكر الامر واسع يا اخوان لا ننكر اللي بيتهز ومنقولش بدعة الا في حالة واحدة بس لو هو بيتقار يقولك لا انت غلطان ده انا المفروض اهتز وتمايل وقعد بقى اعمل كده وانا بقى روح قران ده ادين لي بدعة ما سوى ذلك ليس بدعة ان شاء الله دعم الفيديو بشير واللايك ومنشرف القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم اشتركوا في القناة